كورا لا يوجد لمنطق و المنطق لا يحترم في كورة القادم بالفعل لم يكن في المستوى خارج أرض الوطن ولكن كانت هناك عوامل اليوم سنستقبله في البلاد أمام الجماهير فريق رجاء البلداء و عنده فروس و عنده حدود كثيرة بشيء تشجيج الأهداف لأسيما أنه هذه العافة الدار بيضاء أمام الجماهير والمطلب هو أن الجماهير تشجيعوا الدعم هذا اللاعبي واللاعبين يكونوا مركزين في هذا المبارك خاصة العامل الدهني مهم في هذا وأكيد تحفيز الإدارة الرجاء البيضاوي لحفزات اللاعبين معنوين وماديا فأكيد سيعطيه أكثر الويداد البيضاوي عنده فرصة كبيرة بشدوز لأنه الخصم فارق يلعب كورا و يلعب كورا و يخلي المساحات وبالتالي كان عارفو الويداد دي لا استغلت المساحات و قامت حمات مرتدة كالمعتاد فأكيد ستسجل الجيش الملكي عنده فارق يقدر يفوز بشي ثلاثة برعة سيرتوه سيعطيه في الريباط أمام الجماهير كان وحد الغياب سليم للطرشوي ولكن كان البادير كان حمودان كان نفاتي فبتشجيع اللاعبين يعني الجماهير ديالهم و الإدارة التقنية فأكيد سيعطيه نتاج إيجابية كنت من اليوم ان شاء الله التوفيق في هذا أدوار الإقصائية نتيجة ملغومة يعني هو بالنسبة لنا سايف ديو حدين ولكن كما قلت بي أن هذه المبارايات أنا بالنسبة لي هربطت من يد المدربين وأصبحت بيد اللاعبين اللاعبين هم اللي خصنا يعني نعولوا عليهم أكثر إن شاء الله في هذه المباراة لأن كل الفرق اللي عندنا عندهم تركيبات بشرية في المستوى العلي ديروا لايك و بارتاجوا الفيديو و لا تنسوش ابونا و فلاشين و تضغطوا الجرس باش وصلوا بكل جديد دي الأمفف سبور